مع الوضع اللي تأزم قوي في المجموعة الافريقية تأزم للبقيد المنافسين مش للأهل بالمناسبة لأنه مجرد ما التلاتة العرب تساووا في ست نقاط البعض شاف إن المجموعة بدأ يبقى فيها تصادمات عربية شديدة قوي شفتوا الهلال السوداني تحت قيادة الجهاز الفني الأهلاوي كابتن حمد الصيدوي ومعاك كابتن أحمد عفتاح قادوا الهلال لفوز مهم قوي في رادس على النجم السحلي واحد صفري وده أشعل المجموعة لأنه حط الكل عند ست نقاط التلاتة العرب ست نقاط الهلال النجم الأهلي التلاتة ست نقاط طب إيه اللي هيحصل مبدئيا النتائج المباشرة لها أهمية أول حاجة الأهلي لازم يركز عليها والجمهور لازم ينشغل بيها ومفيش أي حاجة تانية براها مباراة بلاتينيام اللي جاية مباراة بلاتينيام في زنباوي اللي جاية على طول يوم 11 هو ده اللقاء الأهم أهم مباراة للآله في مسير الدور الأبطال هي هذه المباراة وأقول لكم ليه؟ بلاتينيام واضح أنه حيكون حصلت المجموعة إذا كان النجم الساحلي راح كسبه تلاتة في زنباوي معناها أنه أقرب للهزيمة من للنجم في الجولة الأخيرة في تونس يبقى النجم حيقدر ياخد تلاتة نقاط من بلاتينيام زي ما خادت تلاتة الأوائل اللي بدأ بيهم من زنباوي طيب الهلال السوداني كان أيضا كسب بلاتينيام في السودان اتنين واحد ومع الدفع اللي الهلال فيها مع الكابتن حمد السوداني في الجولة اللي قبل الأخيرة هيروح للزنباوي الهلال عنده دوافع كبيرة جدا حياخد التلات نقاط اللي تبدو أنها قريبة منه وراخر يبقى الاتنين المنفسين المباشرين بتوعك النجم والهلال أقرب للحصول على ست نقاط من بلاتينيام طيب الأهلي الأهلي خسر من النجم أو خسر من بوندو الحقيقة مش من النجم خسر من بوندو البتسواني لصالح النجم الساحلي في رادس واحد سفر يحتاج الأهلي يكسب النجم الساحلي هنا أكتر من واحد سفر إن شاء الله فيحق أفضلية مباشرة على النجم الساحلي الهلال السوداني الأهلي كسب الهلال السوداني هنا اتنين سفر حيسافر له ختام المجموعة وفي الختام أحلى كلام ليه؟ الأمور لو مشت منطقية وطبيعية الأهل إن شاء الله تعالى يكسب بلاتينيام في زنبابوي يكسب النجم الساحلي في القاهرة يلعب مع الهلال في الخرطوم هو عنده 12 نقطة المنطقي جدا إنه الهلال كمان حيكسب مباراته مع بلاتينيام برة وحيكسب الجولة الجاية عنده النجم الساحلي في السودان إذا الهلال قدر يأكد تفوقه على النجم الساحلي ويكسبه كمان في الخرطوم يبقى النجم دخل دائرة الشك دخل مراحل صعبة في فرص تأهله لأنه حييجي بعدها على طول للقاهرة لمواجهة الألف ومواجهة مهمة جدا في الحالة دي الأهلي والهلال ربما حسب حسابات المنطق والكرة ما فيهاش منطق الحياة الكرة مجنونة ممكن يحصل أي حاجة محدش كان يقدر يقول الهلال يقدر يكسب النجم في تونس آه ممكن يتعادل لكن الوضع الطبيعي النجم بعد ما خاد الدفع الكبيرة من البتسواني بندو يقدر يكمل لكن نتاجه حتى في الدور التونسي كشفت على أنه مردوده قدام الآلي كان استثنائي أو كان بتسواني ما لقاش هذا الدعم البتسواني بعد كده فخسر من الهلال خسر من الهلال لو الأمور مشي الطبيعية الأهلي والهلال يلعبوا بعض في ختام الدور في السودان وكل واحد فيهم عنده 12 نقط ساعتها يكفل آهل التعادل للصعود كأول المجموعة أو الهلال السوداني كمان لو كسب هيبقى تصدر المجموعة ب15 نقط لكن التعادل في الحسابات القائمة حتى الآن لكن زي ما قلتلكوا الكرة ما فيهاش الكلام ده خالص كرة منطقها الأساسي المباراة اللي جاية هي أصعب مباراة ده كقعدة وكمنطق أهم مباراة هي أقرب مباراة وأخطر مباراة هي أقرب مباراة وأقوى مباراة هي أقرب مباراة المجموعة زي ما قلتلكوا بالاشتباك ده التلاتة العرب ستات النجم الساحلي ست نقاط الأهلي ست نقاط الهلال ست نقاط وبلاتين يوم صفر الجولة الرابعة بلاتين يوم والأهلي يوم السابت 11 يناير وفي نفس اليوم الهلال مع النجم الساحلي الزمالك وراخر حقق تعادل مهمة